على مفترق طرق هكذا تبدو الحديدة تبعية للحوثي أو عودة للمقاومة هذا ما أفصحت عنه الأحداث المتسارعة في ريف المحافظة التي شهدت سيطرة لميليشيا الحوثي على المناطق التي انسحبت منها فجأة القوات المشتركة التابعة للتحالف فانسحاب القوات المشتركة من مديريات الحوك والحالي والدريهمي والتحيط والخط الساحلي للحديدة فاجأ الحراكة التهامية السلمي الذي أكد في بيان الله أن ميليشيا الحوثي سيطرت على مساحة تلك المديريات والتي تبلغ تسعين كيلو مترا الانسحاب المفاجئ وفق بيان الحراكة التهامية مدان أيا كانت ضروراته ودواعيه كونه لم يأخذ في الاعتبار التداعيات الإنسانية على أبناء الحديدة الذين وقعوا رهينة ميليشيا الحوثي التي تروج إعلامياً لعودة الحياة الطبيعية المحافظة الحياة التي أضحت جحيماً على المدنيين كما تؤكد الوقائع الميدانية النتيجة المأساوية للانسحاب سياسياً وإنسانياً دفعت الحراكة التهامية إلى دعوة التحالف فتح تحقيق فيما جرى ويجري لأبناء الحديدة بالتزامن مع تشكل مقاومة مسلحة تقودها الألوية التهامية التي تخوض مواجهات عنيفة لاستعادة مناطق تخلت عنها القوات المشتركة المدعومة من الإمارات المقاومة التهامية غير المتوقعة أربكت ميليشيا الحوثي ووضعت القوات المشتركة في حرج كبير كما يذهب مراقبون وقد ظهر ذلك من خلال مسارعة تلك القوات إلى إصدار تصريحات تدعي وقوفها خلف العمليات العسكرية الأخيرة ضد الحوثيين يبدو المشهد في ريف الحديدة أكثر تعقيداً فالقوات المشتركة التي لا صلة لها باتفاق سوكولم نفذت بنوده بشكل مخالف لشروطه حيث انسحبت دون تنسيق مع الحكومة والبعثة الأممية ما سلم مجاناً مئة كيلو متر من الحديدة للحوثيين إلا أن الانسحاب لم يكن وحده مفاجئاً بل تحرك المقاومة التهامية أيضاً التي ستغير من معادلة الساحل إذا ما نجحت في الخروج من تبعية قوات طارق وتحررت من الاستقطابات الإقليمية